بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير معكم زميتكم ريم حمدان بلوي عضو في إدارة تدريب في الإدارة العامة لمكافحة العدوى في المنشآت الصحية الموضوع اليوم رح نتكلم عنه إن شاء الله اللي هي السلامة المهنية من أهم الموضوع اللي إن شاء الله رح نتكلم عنه وبإذن الله تكون واضح لكم في نهاية المحاضرة اللي هي رح نتكلم عن السلامة المهنية أيضا رح نتكلم عن نتكلم عن the pre-employment assessment and how management it the importance of the vaccination and we will know the type of vaccination اللي هو الممارس الصحي الجديد أو الموضف الجديد داخل هذه المنشآة الصحية اللي يجب أن يتلقاها أيضا نتعرف على post exposure management اللي بعد تعرض الممارس الصحي للإصابة المهنية رح نتكلم هنا brief introduction عن اللي هي سلامة المهنية بداية كما هو معروف والحاصل فعلا داخل المنشآة الصحية عند رعاية المريض والذي يحدث للممارس الصحي اللي هي التعرض من الخطر الإصابة المهنية سواء كانت الوخص بالإبر أو حتى الجروح الناجمة عن الأدوات الحادة الأخرى الملوثة بدم المريض المصاب أيضا التعامل مع ميوكس ميمبرين يقول عنه أنه هو المريض المصاب سواء كان التعامل مع خلال ملامسة العين أو الأنف أو الفم أو حتى الجلد الذي فيه تقرحات وميكسدود بلد فالممارس الصحي معرض لهذه الحالات أيضا من البودي فلويت سواء كان السي اس اف عينة السي اس اف أو حتى في حالة إذا كان حاصل الممرض أن يكون فيه بوميتينج أو دايرية فهذه كلها تعتبر من العوامل الخطرة التي قد تنقل العدوى لهذا الممارس الصحي داخل نشأة الصحية طبعا الميكروغونيزمس المسبب لهذه الأمراض هي موجودة في دم الإنسان طبعا ومن أشهرها اللي هي اللي هي اللي تكون الممارس الصحي قابلة اللي هو البودي بلد بورن باتوجينز ومن أشهرها اللي هو الهيباتايز بي فيروس الهيباتايز سي هيباتايز اي عفوا ونحن نتطرق لها إن شاء الله بإذن الله في السلايدات القادمة لازم نتذكر دائما أنه المص يعني الغريض ليس مصاب بعدوة معينة فبإذن الله تكون أموره سليمة نحن نتكلم عن الهيباتايز بي في الموظف الجديد في هذه الموشأة الصحية طيب نحن نتكلم عن الستاندرس لبري امployment examination ما هو الفحص الطبي اللي هو ما قبل التوظيف طبعا يشمل عندنا الفيزيكال ايجزام يشمل عندنا اللي هو تي بي سكرينيج and documentation of immunization طبعا أول شي اللي هو الفيزيكال ايجزام يكون هذا الموظف أو هذا الممارس الصحي عند قدومة المنشأة الصحية يذهب لعيادة الموظفين فيكمل الفورم الخاصة بالفيزيكال ايجزام وهو إجراء تكون بواسطة الطبيب معتمد يشمل يكون فحص شامل للصحة العامة واللياقة البدنية دي هذا الموظف أو الممارس الصحي الجديد طبعا بمثل ذلك اللي هي قدرة على العمل التحمل البدني والعقلي والقدرة أيضا على التحمل في بيئة العمل أيضا راح نتعرف الآن ونتطرق للتي بي سكرينيج والدكمنتيشن في أوف إميونيزيشن في السلايدات القادمة بالنسبة للتي بي سكرينيج أو تيوبركوس أو مرض السل طبعا تعتبر هو نوع البكتيريا الذي يهاجم الرئتين وأيضا يهاجم ألزاء أخرى في الجسم مثل الكلة والعمود الفقري والدماغ طبعا عندنا زي مهو معروف إنه البيرسونز هذا ممكن يهاجم ألزاء تي بي سكرينيج أو تي بي سكرينيج طبعا بس نبغى نبدأ بسيطة ونبغى نعرف الفرق ما بين اللي هو الليتنت والتي بي سكرينيج السيمتمز تظهر على الديزيز لكن الليتنت ما عنده أي سيمتمز ما عنده أي أعراض أيضا بالنسبة لفرصة انتقال التي بي بكتيريا ما ينقلها الشخص اللي يكون هو يعتبر ليتنت لكن الـ persons with TB disease yes he can or may can transfer اللي هو التي بي بكتيريا to other people الـ chest x-ray تكون normal في الليتنت تي بي بينما التي بي ديزيز يكون abnormal فهو غير طبيعي التريتمنت نعم كلاهما يحتاج العلاج بالنسبة لليتنت تي بي عشان بريفند ان يكون يتطور عند هذا الشخص يصير معه ديزيز لخطورة الليتنت هناك اختبارين احنا نقوم للموظفين انتردد في هذه المنشأة الصحية وسكرينيج اللي هو especially للليتنت تي بي انفكشن زي ما ذكرت لأنه ما عنده هذا الشخص أي أعراض اللي هو الـ interferon gamma release assay طبعا هو يعتبر preferred if available والنوع الثاني الـ two step tuberculosis skin test ورح نتكلم عنهم في السلايد القادم according to TBC screening the first type اللي هو tuberculosis skin testing الـ tuberculosis skin testing يوصى باستخدام اختبار المانتوكس لـ TST الطريقة هي عبارة عن إعطاء الممارس الصحي أو الموظف الجديد داخل هذه المنشأة الصحية بحقنا تحتوي على زير بونت 1 ml containing 5 tuberculosis units من محلول الـ BBD ويكون intradermally ويكون في ساعة اليد زي ما هو موضح في الصورة الأولى أو الصورة اللي فوق طبعا يتم تنفيذها تكون بـ two step اللي هي يكون سلبي في التحليل الأول أو إنه ما سجل أي تحليل سلبي خلال سنة كاملة بعد لما يحقن هذا الموظف الجديد يطلب منه يرجع مرة ثانية بعد 48 ساعة أو إلى 72 ساعة إلى أن يظهر أو معه أي reaction خلال هذا الوقت علشان إحنا نتأكد من reaction ويصير له مقياس معين كيف نعرف إنه هذا فعلا صار عنده reaction بعد الحقن إنه يكون عنده انتفاخ أو hard area أو يكون عنده swelling وإذا ظهرت راح نلقيسها أو نلقيس حجمها بمصطرة لازم ننتبه ونتأكد إنه الإحمرار لحاله بدون أي انتفاخ بدون أي hard area أو swelling ما أعتبروا أي رد فعل لهذا الاختبار في عندي بس نقطتين مهم نعرفهم من الناس اللي نقبل نسوي لهم هذا الاختبار ومن الناس اللي راح نستبعد عنهم أو من الأشخاص نستبعدهم لهذا الاختبار يطبق هذا الاختبار اللي لديهم تطعيمة الـ BCG الخاصة بـ TB بس شرط إنه ما يكون عندهم نتيجة إيجابية سابقة علشان كده إحنا أعطيناهم تطعيمة ونستبعد الأشخاص اللي عندهم positive للـ TST لهذا الاختبار أو إنهم تلقوا علاج نتيجة إصابتهم بـ Latent TB أو إنه كان عندهم فعلاً TB disease بالنسبة لقراءة النتيجة الآن إحنا قسنا المصطرة راح نطرق على الكمية ونعرف كيف نعرف إنه هو positive negative لكن بنعرف متى أو إيش تدل على الـ positive skin test لهذا الشخص يدل على إنه هذا الشخص فعلاً مصاب بالـ Latent TB or TB disease وإذا كانت النتيجة السلبية تدل على إنه هذا الشخص ما عنده TB even it's latent or TB disease بالنسبة لنتائج الإيجابية ونقصد فيها هنا بالـ tuberculosis skin test reaction بعد حق المريض ورجوعه بعد 48 ساعة إلى 72 ساعة وظهور سواء انتفاخ أو كان في swelling أو hard area راح يكون عندي مقياسها بالمصطرة إما تكون أكثر من أو يساوي 5 أو يكون أكثر من أو يساوي 10 أو تكون أكثر من أو يساوي 15 فهذه طبعاً الدلالة على إنه هذا الشخص عنده لعدد أسباب لكل مقياس من هذه المقييس فرقزامل لو ناخذ إذا كان أكبر من أو يساوي 5 ممكن يكون HIV infected person أو إنه كان تواصل مع شخص معه TB disease بينما إذا كان أكثر من أو يساوي 10 ممكن إنه كان مهاجر جاي تقريباً وإذا كان أكثر من أو يساوي 15 إذا كان أكثر من أو يساوي 15 ويعتبره as a blood test فهو اختبار يعمل على عينة الدم تساعد في تشخيص الإصابة من Mycobacterium Tuberculosis Infection هذا الاختبار لا يميز لي ما بين إنه هذا الشخص أو هذا الموظف الجديد أو هذا الممارس الصحي الجديد هل هو عنده latent TB or TB disease في منه نوعين مصرح من United State Food and Drug Administration اللي هو The quantity fair on TB gold in tube test and the second one is T-spot TB test اللي يتعمل الجهاز زي ما هو موضح حين أنه يصير في blood collection then incubation in 37 degree with 5% CO2 after that راح نسوي لوسينترفيود and collect serum or plasma and we will analysis in the or by ELISA machine اللي يتعمل هذا الجهاز أو هذا النوع من الاختبار للTB هو يقيس التفاعل المناعي للشخص المريض بي اللي هو TB أو فكرة راح كيف راح تكون احنا عندنا زي ما احنا عارفين White Blood Cells راح تظهر اللي هي الـ Interferon Gamma لما نسوي لها مكسد مع Antigen derived from Mycobacterium tuberculosis فالشخص المصاب بهذه البكتيريا راح تظهر عنده الـ Interferon Gamma لما نكون مكسد الـ Antigen derived from Mycobacterium tuberculosis مميزات هذا اختبار يطلب اجراء زيارة واحدة عكسي اللي هو Tuberculosis Kintus النتيجة متاحة خلال 24 ساعة قد نعم تحدث اخطاء To decrease the accuracy في الـ Interferon Gamma Release Assay في النتيجة سواء كان فيه جمع أو نقل عينة الدم أو حتى أثناء عملها داخل الجهاز لعدم صيانته طيب الـ Result راح تكون عندي نتيجتين زي ما هي هو معروف يا إما positive negative الـ positive صريح أنه هذا الشخص infected by Mycobacterium tuberculosis bacteria لكن نحتاج اختبار آخر تأكيدي لنتأكد فعلا أن هذا الشخص النتيجة هي إيجابية ويجب تلقي العلاد مباشرة بعد النتيجة التأكيدية الـ negative هذا الشيء أنه الشخص ما عنده أي react فهذا الشيء أنه ما عنده TB disease سنتعرف على Immunization للHeat Care Personal or Heat Care Workers طيب نسبة ل Documentation of Immunization بداية احنا عارفين أنه هناك بسبب الرعاية الطبية المقدمة المرضى فهناك تواصل أو تعامل حتى مع المواد المعدية من المرضى المصابين بالعدوى فالعديل من الممارسين الصحيين وأيضا الطلاب داخل المنشأة الصحية معرضون لخطر الإصابة بالعدوى والتي يمكن الوقاية منها باللقاحات فالحفاظ على المناعة جزء أساسي ومهم في برامج الوقاية ومكافحة العدوى للممارسين الصحيين في المنشأة الصحية فعندنا الvaccination هو لا يحمي الHeat Care Workers فقط بل يحمي أيضا الpatients من الإصابة بالعدوى فالDocumentation للإممونيزيشن نتأكد أن للميقظة للممارسين نحن نأكد أن الممارسين للممارسين للممارسين جيل الروبيلا والميزلز والفاريسيلا بسبب خطورة تعرض لها بالنسبة لأنواع الفكسين اللي نحرص على الممارس الصحي أو الهيركير وركرز انه يأخذوا اللي هو الهيباتايت سبي الانفلونزا الامامار الفاريسيلا التي داب المنينجيو كوكل رح نتعرف لكل وحدة فيهم بالنسبة للإنديكيشنز الروت والسكيجول والبوستر دوز اللي كل وحدة فيهم رح نطرق ايضا على نقطتين مهمة في السلايدين القادمتين اللي هو الهيباتايت سبي والمنينجيو كوكل بالنسبة للهيباتايت سبي الانديكيشنز نحرص على جميع الممارسين الصحيين يأخذونا رح تكون الجرعات هي ثري دوزز وتكون انترا ماسكولر وتكون تؤخذ أول مرة بعدها بشهر ثم بعدها بستة شهور من الجرعة الثانية بالنسبة للبوستر دوز بالنسبة للانفلونزا تأخذ بشكل سنوي لجميع الممارسين الصحيين وهي تكون واحد دوز وتكون البوستر دوز لها تعاد بشكل سنوي بالنسبة للاممار الميزلز والمومبز والروبيلا تعطى للممارس الصحي اللي ما عنده أي سيرولجيكي لإميونيتي سواء كان أخذ من قبل ويكون دوكمينتد لذلك الجرعات هي وتكون أربع أسابيع أبارت من الجرعة الأولى للجرعة الثانية بينهم أربع أسابيع وتعطى بشكل أو تعطى سب كاتينيوس عكس اللي هي الهيباتايت سبيل بينما الفارس اللي هو اللي هو الشيكين بوكس والتي داب نفس الفكرة راح يكون جميع الممارسين الصحيين اللي عندهم without documented the immunity لكن الفارس اللي لا تختلف بالدوزز راح تكون عندي تو دوزز جرعتين وتكون من الجرعة الأولى الفاصل ما بينهم أربع أسابيع للجرعة الثانية وتعطى أيضا سب كاتينيوس التي داب اللي هو تيتنوس والديفتيريا والبروتوسز الانديكيشن لها راح يكون نفس الطريقة زي ما ذكرت انه without documented the immunity راح يكون هنا الفرق three doses وتكون intra muscular تكون الجرعة الأولى تأخذ ثم بعدها بشهر إلى شهرين الجرعة الثانية بعدها بستة أشهر من الجرعة الثانية تأخذ التيدا طبعا البوستر دوز لها تكون كل عشرة سنوات وأيضا في حال أنه تعرض هذا الممارس الصحي لديرتي ووند سواء كان في حالة تنظيف جرح أو ريفر راح يكون استنادا لآخر جرعة أخذها لهذا الممارس الصحي المينجيوكوكل نحرص نحرص بشكل خاص للعاملين أو الممارسين الصحيين خلال فترة الحج وأيضا العاملين في المختبر في قسم المايكروبيولوجي أو أيضا يتعاملون بشكل دائم مع الحالات الخاصة للشخص المصاب بنيسيريا نيسيريا مينجيوكو الروت أو سكيجول لها راح تكون فقط سينجل دولز بالنسبة لحيباتايس بي فيروس بعدما أتأكد إنه هذا الممارس الصحي أكمل الثلاث جرعات وأتأكد إنه فعلا المناع عنده استجيبة لهذا الباكسين أقيمه بقياس الأنتي بودي ما ترح يكون التقييم راح يكون تقريبا بعد ستة إلى ثمان أسابيع من إكماله للثلاث جرعات وهي تكون تقريبا من شهر ونص إلى شهرين كيف رح نقرأ النتيجة؟ النتيجة رح تعطيني يا إما تكون أتليست اللي هي عشرة يعني ما تقل عن عشرة فهذا تشير إلى بوزيتيف وأن هذا الشخص فعلا محصل ضد اللي هو الهيباتايت بي فيروس وما يحتاج أي سيرولجيكال تسين أو فاكسينيشن متعتبرو نيجاتيف إذا كانت هي أقل من العشرة اللي هي الانتيبادي أو الهيباتايت بي فيروس هنا الشخص معرض للإصابة بالهيباتايت بي فيروس فالهيذ كالوركر يعتبر ماهو محمي بالهيباتايت بي فيروس ويجب تلقيه أو أنه يأخذ جرعة أخرى سواء كانت ومن خلالها نرجع نقيص اللي هي الانتيبادي لإبت فالحصول على العلاج الوقائي لأي تعرض محتمل من شخص مصاب بهيباتايت بي فيروس لهذا الشخص اللي نتيجته نيجاتيف فنحرص على تقديم النصيحة بشأن الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع المريض المصاب بالهيباتايت بي فيروس أباوت المينجيكوك الفكسين إحنا عارفين أو زي ما I mentioned before إنه اللي مشاركين في موسم الحج أيضا الممارس الصحي الذي يعمل في القسم المختبر أو اللي يكون روتيلي إكسبوس للإيزوليتد اللي هو النزيلي من النجايتس طبعا يجب تلقيهم لهذا النوع من الفكسين طبعا هو يعتبر جرعة واحدة تعاد كل ثلاث سنوات لو كان نوع بوليس كرايت نوع اللي هو الفكسين لكن تعاد خمس سنوات لو كان نوع اللي هو الكونجيوكيتد تايب اللي هي الحوادث الإصابة المهنية وهذا وارد جدا داخل المنشأة الصحية وزي ما نقولنا هو خارج عن إطار السيطرة طبعا من أشهرها اللي هي رح تكون سواء كان التعرض لسواء الجسم أو من خلال التواصل مع الميوكس ممبرين أو في داع انفكتد بيرسون أو يكون التعامل مع اللي هو البلوت خلال فترة عمل الممارس أو عمل الموظف في رعاية المريض داخل المنشأة الصحية الآن اللي أفترض أنه هذا ممارس اللي أفترض الآن عندي ممارس صحي يمارس عمله في رعاية مريض في هذه المنشأة الصحية تعرض سواء كان إصابة بوخزة الإبار أو تعرض لسواء الجسم من هذا المريض المتلقي للرعاية اللازمة مباشرة يجب على الممارس الصحي غسل المنطقة اللي هي الوخزة أو الجرح بالسوب بالسوب من الواتر الفلاش بالغسيل على طول بالواتر للاكسبوس الميوكس ممبرين سواء كان الأنف أو الفم وأيضاً فلاش للأيز في حال تعرضوا أيضاً بالواتر أو سالين سوليوشن يكون من البادي فلويد ما أطبق عليه أن يستخدم أي مطهرات أو أنتيسبتك إذا كان فيه جرح ناجم عند التعامل مع الأدوات الحادثة المصابة بدم المريض مباشرة رح نكتب تقرير ودوكمنته للحادثة رح نسوي اللي هي ميديكال إفالواشن ونتبع اللي هي الامبليورز إكسفوشور كنترول بلان مهم جداً في التقرير إني أسجل ماذا؟ أسجل تاريخ ووقت الحادثة التي حدثة سواء كان ندي ستيك إنجوري أو التعرض لسوائل الجسم ما هي جوب كلاسيفيكيشن لهذا الممارس الصحي الموقع الذي حدث فيه الإنسدنس أيضاً ما هو نوع البرانكتس اللي كان يقوم فيه المريض هل هي كان أنه أعطاه لهو إبرة أو أنه كان ينضب جرح أو أنه تعرضوا لسوائل الجسم من منطقة الماء في هذا المريض بعدين رح نقيس اللي هو الاستخدام الصحيح بعد تعرضه لهذا اللي هو الخطر اللي أصيب به سواء كان الوخز أو زي ما ذكرت الإصابة بسوائل الجسم بعدها رح يستخدم هل استخدم فعلاً نوع من أنواع البي بي إي ما هي الطريقة الذي قام بها يعني الصحيحة بعد تعرضه بهذه الإصابة الآن نتكلم عن المانجمينت أو الوكوباشنال إكسفوجر الوكوباشنال خلال التعامل في حالة الألكات أو يكون هناك تقرحات أو بودي فلويد مكسد طبعاً البلد بورد باتجنز هذه هي تعتبر تنتقل عن طريق دم هذا المريض المصاب لكن في أثر فلويد موجودة فيها الإنفكشن المايكوروغينزم وعرفتها الأوشا هي الأثر بوتينشيلا إنفكشن ماتيري أو الأوبي آي أم هي مواد معدية محتمل انتقال المايكوروغينزم اللي أشهرها راح تكون الصينوفي الفلويد اللي من بودي فلويد بلوري فلويد البريتينيال فلويد السلايفا دينتال سليبروسبايني الفلويد الهيباتايت بفيروس كولتشر البلادي بودي فلويد انفكسد تيشو خطورتها تكمن من خلال جمع أو سحب هذه العين إلى أيضا خطورة نقلها إلى خطورة التعامل معها without اللي هي الالتزام بالstandard المعروفة عندنا اللي هو الهاندوهيجين الالتداء البي بي اي التعامل الحذر الحذر مع الأدوات أيضا الحادة طبعا كما هو معروف بالنسبة البلاد بورن باتيجين طرق انتقالها عديدة ومن أشهرها هي البنكتشر أو البنكتشر ووند أو الكاتس اللي تكون عن طريق الجرح أو اللي هو عن طريق اللي هو القطع أو الجرح أيضا التواصل سواء كان باللمس أو كان بالسبلاش أو السبري صار فيه رداد متطير بالبلد أو الأدر زي ما ذكرنا تكون سواء كانت من الميوكس أو نون انتاكت زي إيش زي أنه صار فيه حاجة زي الكاتس زي البورن أكني زي رارس زي البريس أيضا التعامل مع الإبرة عند أعطاء المريض حقنا وعدم التعامل الصحيح مع الإبرة عند التخلص منها فالممارس الصحي قابل أنه يقابل الإصابات المهنية عند عدم أخذ الحيطة والحذر في ذلك طبعا من أشهر الاسبيسيفيك بلود بورن فاتوجينز هو الهيباتايت بي فيروس والهيباتايت سي فيروس والهيمن اميون ديفيشنسي فيروس فالتهاب الكبد الوبائي بيعتبر من أشهرهم وهو أكثر نسبة الإصابات المهنية التي تحدث عند التعامل مع المريض المصاب بهذا الفيروس فيجب الالتزام بالاحتياطات اللازمة من الهيجين والارتداء اللي هو البي بي أيضا التعامل الحذر في النيدل اللي تجنب اللي هو النيدل ستيك انتوري بالنسبة الهيباتايت بي فيروس أو انتهاب الكبد الوبائي بي هي من أكثر أو من أشهر العدوى التي تصيب الكبد فهي تؤثر كثيرا على الكبد انتشارها للممارسين الصحيين عن طريق اللي هو الإصابات المهنية التي تحدث هي أكثر بعشر مرات من هيباتايت سي فيروس أيضا انتقالها يكون بشكل مباشر عند التعرض لدم المريض المصاب أو الانفكتد من أدر بادي فلويد هي تعتبر من الفيروسات الصعبة والقادرة على أنها تتواجد على الأسطح البيئية والأدوات لنفترض أن هذا الممارس الصحي أصيب بدم مريض مصاب الهيباتايت سبي فيروس ربعا الانكوبيشن بيريوت حقتها رح تأخذ معدل 12 أسبوع فترة حضانتها داخل الجسم المستقبل من المريض المعدي عن طريق الدم معظم الحالات يصير لها رزول وداوت اين كومبليكيشن لها فتحل عند التعامل أو تصرف الصحيح وأخذ الفاكسيناشن وأخذ في حالة التعرض لها تحدث بنسبة 6 إلى 7% من الأشخاص المصابون بالهيباتايت سبي فيروس للأشخاص المتلقيين لهذا المرض العراض تظهر بأسابيع من أسابيع إلى تصل إلى 6 أشهر من أشهرها رح يكون هناك فيبر رح يكون جندس فتيق الابديمين البين اللوس للشهية رح يكون في نوزيا بوميتين الجوينت بين ورح يكون أيضا الدار كورينوا لأنه أتأثر كثير الكبد بهذا الفايروس الكمبيكيشن لها رح يكون في هناك سيروس رح تصل لسمح الله لليبر كانسر لليبر فيلر في حالة هذا الشخص ما تعامل بالطريقة الصحيحة أو ما صار في جود مانجمينت عند التعرض لهيباتايس بي فيروس بالنسبة للهيباتايس بي اللي تعرضوا الإصابة بالهيباتايس بي فيروس عن طريق سواء كان وخص إبر أو اللي هي التعرض سواء للجسم أو للبلود طبعا هم عندهم الامميونيتي ديفلوبت فالمناعة عندهم قوية بسبب الvaccination اللي هم أخذوها لهذا الفيروس فما رح يكون بإذن الله عندهم any risk لهذا الانفكشن لكن الخوفين رح يكون على اللي هم الـ unvaccinated person فالريسك لسنجل فقد نيد الاستيك أو حتى القطع في حالة اللي هي التعامل مع الأدوات الحادة الملوثة بدم هذا المريض المصاب تصل الخطورة تعرضوا أو الإصابة في هذا الفيروس من 6 إلى 30% فهي نسبة ليست قليلة وهي تعتمد على الـ B-antigen status لـ source هذا الـ individual بالنسبة الـ interpretation للهيباتايتس B-syrurgical test result هذا الآن الممارس الصحي تعرض لدم مريض مصاب معه هيباتايتس بفيروس إيش الخطور رح نسويها له من التستنج لهذا الهيباتايت رح يتضمن الهيباتايتس B-virus specific antigen anti-antibody علشان أتعرف الـ different phase للهيباتايتس B-virus infection كيف إيش المقصود فيها هل هو حصل على عدوى تكون acute هيباتايتس B-virus or اللي هو chronic الهيباتايتس B-virus infection أفرق أيضا هل هذا الشخص فعلا immunity للهيباتايتس B-virus واللي تكون بسبب أنه أخذ vaccination أو يكون بسبب تعرض لإصابة سابقة فتكونت عنده مناعة في جسمة ضد هذا الفيروس أو احتمالية أنه يكون عنده عدوى فإحنا نحتاج أنه نتابع معه لفترة من الوقت طيب إيش هم الـ interpretation لهذا الهيباتايتس B-virus test result طبعا عندي ماركرز إحنا نستخدمها علشان نأكد وزي ما قلت immunity عنده سواء كان من vaccination أو إصابة سابقة أو هو أنه فعلا قابل أن يكون عنده هذا الـ هباتايتس أو هذا الفيروس الماركرز عندي رح نشوفها ورح أوريكم في التفصيل في السلايد القادمة عندنا هباتايتس B-surface antigen والأنتي بادي تو هباتايتس B-surface antigen أيضا الهباتايتس B-core antigen and الـ anti-hباتايتس B-core أيضا عندنا الهباتايتس B-E antigen والأنتي بادي لها لو نعرف أول شيء الماركر الأول الهباتايتس B-surface antigen يرمز لو بال H-B-S-A-G اللي هو هباتايتس B-surface antigen طبعا هو بروتين موجود على سطح الهو الهباتايتس B-فيروس زي ما هو موضح لكم هنا في الصورة فنلاحظ الهباتايتس لهذا الفيروس أنا أقدر أكتشفه في السيرم هذا المريض وإذا كان عندنا اللي هو positive فهذا يشير إلى أنه يكون الهباتايتس B-فيروس سواء كان acute or chronic باعتمادة على ال-Ig-m رح نتعرف عليه وجود الهباتايتس B-surface antigen إنه إنه هذا الهباتايتس B-فيروس هو فعلا معه الهباتايتس B-فيروس المركز الثاني اللي هو الهباتايتس B-surface antigen خلاص اللي إحنا نخذ نقبل شوية ال-antigen وقلنا إنه يدل على إنه هذا الشخص infectuous بينما B-surface antibody هنا يشير إلى إنه هذا الشخص عنده إما recovery عنده immunity فهو إما recovery منها أو أخذ vaccination لها فال-anti هباتايتس بي developed in person who have or who has been successfully vaccinated against ال-B الهباتايتس B المركر الثالث اللي هو Total Hepatitis B Core Antibody هو يظهر عند بداية الأعراض في acute hepatitis B virus ويستمر لمدى الحياة وجوده بنتيجة إيجابية فهو يشير إلى حاجتين يأما أنه تعرض لإصابة قديمة وما زالت معه فهو مريض مصاب بالالتهاب الكبد الوبائي أو أنه حصل فعلا على عدوى الالتهاب الكبد الوبائي وما زالت مستمرة معه طبعا in undefined time frame أيضا من الماركر المهم اللي حدد لي أنه هذا الشخص المصاب عنده المصاب بهذا الفيروس هل هو acute أو chronic هل هو المرض هذا معه مزمن أو حاد رح يكون بنتيجة إيجابية عنده اللي هو IgM antibody to hepatitis B core antigen وجوده يشير على أنه هذا الشخص عنده acute infection فهي تشير على recent infection أنه هذا الشخص تلقى هذا الفيروس في فترة لا تقل أو في فترة تقل عن 6 أشهر مهم أيضا نعرف الهيباتايتس E antigen إيش يشير له أيضا الanti hepatitis B وجوده يشير أنه هذا الشخص عنده infection للهيباتايتس B virus سواء كان acute or clinic وجوده دلالة على أنه هذا الفيروس قاعد تكاثر داخل جسم هذا المريض المصاب وبنسبة كبيرة من هذا الفيروس فهو يعتبر high ineffectivity أنه قادر على أنه يعدي بينما الanti hepatitis B تشير على أنه loss ل replication داخل جسم هذا المريض ونسبة الفيروس تكون قليلة أيضا هنا الجدول مرة جميلة يوضح لي التفرقة بين الماركرز للهيباتايتس B virus طبعا لو لاحظ عندي أول شي اللي هو الهيباتايتس B surface antigen وعندي الهيباتايتس B core وعندي الانتي هيباتايتس B surface بداية الهيباتايتس B surface antigen طبعا أعطاني انتيجة negative لهم الثلاثة فهذا عنده انه ينعدي بالهيباتايتس B virus فنحتاج انه نعيد الاختبار مرة أخرى بفترة زمنية محددة بينما لو وجد عندي الهيباتايتس B surface antigen negative أو عندي الانتي هيباتايتس B core positive والانتي هيباتايتس B surface positive هذا يشير على انه هذا الشخص عنده مناعة سواء كان لا مو سواء كان بسبب انه عنده نيشر انفكشن سابقة للهيباتايتس B virus فأصبحت عند هذا الشخص مناعة لتعرضه سابقا بالهيباتايتس B virus طيب استل لو كان عندي الهيباتايتس B surface antigen negative لاحظ هنا الفرق ما بين انه هذا الشخص انفكشن وعشان نميز انه اميونيتي لكنه اخذ vaccination اللي هي فقط وجود positive الانتي هيباتايتس B surface فرح يكون عندي هيباتايتس B surface antigen negative الانتي هيباتايتس B core negative لكن عندي فقط المؤشر الذي يدل على ان هذا شخص اميون بسبب تلقيه للvaccination الهيباتايتس B virus اللي هو الانتي هيباتايتس B surface طيب الان ندخل في مرحلة انه هذا الشخص صار infection بوجود positive الهيباتايتس B surface antigen خلاص هذا الان infection انا بحدد الان هل هو acute or chronic فلاحظ في اخر نقطتين في الجدول عندي acute infected و chronically affected الهيباتايتس B surface antigen لاحظ positive وبوزيتف ايضا بالanti هيباتايتس B core لكن علشان افرق ما بين الاخت و chronic عندي الIgm anti hepatitis B core positive طبعا الانتي باتايتس بي surface رح تكون negative ثابتة في ثنتين الChronic اللاحظ الIgm anti hepatitis B core هي negative فعلشان كده انا من خلال هذا التحليل او من خلال هذه الماركرز نقدر نميز بين acute و انا هذا شخص immunity سواء كان اخذها من نيشور انفكشن سابقة او اخذ vaccination لها او يكون عنده احتمالية اصابته بهذا الفيروس طيب بالنسبة الهيباتايس C virus هي تعتبر من most common chronic blood born infection في United State هي تعيش خارج جسم الانسان على طبعا في درجة حرارة الغرفة على الاسطح البيئية لكنها ما تزيد عن اربع ايام من اكثر الاصابات المهنية التي يصاب الممارس الصحي بالهيباتايس C virus خطورتها تكمن بالانتقال او او اكسبوجر لها من نسبة 1 بون 8 فهي اقل من هيباتايس B virus 70 الى 75 من الاشخاص المصابين بالهيباتايس c virus ليس لديهم اي اعراض بالنسبة لظهور الاعراض لهيباتايس C virus زيما ذكرنا يتكون نسبة كبيرة لا يتظهر عليه اعراض لكن لو نيجي فترة حضانة هذا الفيروس داخل جسم الانسان تأخذ سبع اسابيع تحدث بنسبة 70% للانفكتد بهذا النوع من الهيباتايس من الأشهر سيم سيم التي تحدد للمريض المصاب يكون عنده جندس yellow color to skin and white of the eyes اللي يكون الفتيغ هدك abdominal pain ايضا فقطان للشهية دوخة وايضا and vomiting to diagnose and screen الهيباتايس c virus we have الهيباتايس c virus rna وايضا عندنا الانتي هباتايس c virus الهيباتايس والأيضا الانتي هباتايس c virus وجودة يدل على وجود الانتي بادي في سيروم هذا الفيشن احنا نلاحظ هنا عندنا الجدول فحال وجود كلهم negative هذا الشخص اكيد ما عنده اي infected لهذا الفيروس في حال وجود فقط الـ positive anti hepatitis c virus eia فهذا الشخص تعافى من هذا الانفكشن بينما وجودهم الاثنين يشير على انه acute or chronic للانفكشن وجود الهيباتايس c virus لحالها تشير على انه فعلا عنده early acute infection or chronic hepatitis c virus infection in immune compromised person الهيومن immuno deficiency virus الهيومن يعتبر من الفيروس التي اتاك الجهاز المناعي للانسان ومسبب المرض الـ ايد هو مرض ينتقل عن طريق البلد عن sexual contact it does not spread through tears saliva sweet urinal feces or vomit which are free from blood ايضا not transmitted by casual contact with someone who is HIV positive ايضا هو لا يعيش خارج جسم الانسان واكثر من ساعات قليلة جدا القدرة الفيروس انه يعدي شخص ما سواء يعني اذا كان عن طريقة الدم يقل بنسبة 90 الى 99 بالمية عندما يكون خارج رسم هذا المريض ويكون ايضا على surface ويكون dry risk for HIV infection the average risk for HIV infection بعد تعرض هذا ممارس الصحي عند رعاية مريض مصاب HIV سواء سواء بال need sick injury عن طريقة الوخص بالابر او صار جروح ناجمة عن ادوات حادة مختلطة او ملوثة بدم المريض المصاب تصل الى 0.3% انتقاله للممارس الصحي وايضا عند التعامل مع ال eye or nose or mouth اللي هو mucous membrane لشخص او لمريض مصاب بال HIV تصل الى 0.1% انتقاله لا خطورة عند التعامل مع ال intact skin لمريض مصاب بال HIV فهي تعتبر اقل نسبة من ال hepatitis C virus واعلى نسبة انتقال معروفة بال bloodborne pathogen هو ال hepatitis B virus مجرد ما هذا الشخص المصاب ينقل عدوى لشخص اخر سليم لهذا ال virus HIV يبقى معه مدى الحياة فهي تصل ال incubation period فقط حقتها الى 8 الى 10 سنوات ال sinus symptoms طبعا تكون في weight loss في night sweets or fever في gland swelling or pain في muscle في joint muscle pain or joint pain طبعا احنا ما نأكد على هذه sinus symptoms انها فقط خاصة بال HIV هذه العراض والدة تكون في امراض اخرى طبعا هل هل prevention لل HIV there is no vaccine to prevent ال human immune deficiency virus infection ونتبع طريقة لحماية هذا الشخص من انتقال هذه العدو لأشخاص آخرون ويكون هناك في profile axis رح نتطرق لها ان شاء الله ف it should be follow always standard precautions من مقصود بالبوس exposure profile axis طبعا هو الاجراء الطبي بياخذ هذا الممارس الصحي الذي تعرض لخطر الاصابة بالعدوى لمنع اللي هو الانتقال له البلد بورن باتجنز بياخذ الدواء المناسب بعد هذه الاصابة المهنية نبدأ قوى الشيء بالخطة العلاجية للهيباتايز بي فيروس post exposure provoilaxis البost exposure provoilaxis لهيباتايز بي فيروس يجب أن يبدأ خلال 24 ساعة لا ينصح بتأخير أكثر من 7 أيام القرار الذي يؤخذ لعلاج هذا المريض يعتمد على عوامل متعددة من أهمها السورس لهذا البيشن اللي احنا شكين فيه معه الهيباتايز بي فيروس فرح أسوي تست الماركرز بي سيرف أنتجين أيضا هل هذا الممارس الصحي vaccinated or not وأتأكد أيضا الفاكسين هذا عطاه مناعة أم لا هذا هذا الجدول اللي وضح لنا الوقاية بعد تعرض الممارس الصحي من الإصابة المهنية لمريض مصاب بالهيباتايز بي هذا الجدول اللي عندي هنا يوضح لي اللي هو حالة الممارس الصحي البوست exposure testing سواء كان للبيشن أو الهيث كير ووركر للبيشن أنا أعمل له الهيباتايز بي سيرفاس أنتج اللي أكد لي أنه صار فيه اللي عنده أو يأكد لي أنه عنده هذا البيشن وال testing للهيث كير ووركر الانتي بي سيرفاس أيضا ال post exposure profile axis أشوف الهيباتايز ب immunoglobulin هل أعطي لهذا الممارس الصحي وأعرف كم جرعة يحتاجها أو يحتاج أني أعطيه vaccination ثم آخر آخر اللي هو عمود يوضح لي بعد تلقي الممارس الصحي للvaccination هل أعمل له serological testing أو نوت طبعا في الممارس الصحي نأخذ الحالة الأولى ففرضا هذا الممارس الصحي أكمل الدرعات الثلاثة أو حتى ممكن أكثر وصار هو المناعة عنده responder فما أحتاج أخذ له أي action في هذا الحالة عنده إصابته لكن لو أخذ هذا الممارس الصحي وما أستجيب جهاز المناعة وصل للvaccination اللي أخذها 6 doses عندي حالتين الحالة الأولى لو كان هذا الpatient طلع عندي negative وما عنده hepatitis B surface فما رح أخذ في أي action لو أنا ما أعرف حالة المريض هالهو معه أو أنه طلعت معه hepatitis B surface عفوا hepatitis B virus الإجراء اللي أتخذ لهذا الممارس الصحي رح أطيه جرعتين من hepatitis B immune globulin طبعا separated by one طب الآن هذا الممارس الصحي أخذ ثلاث جرعات لكن إحنا ما إحنا عارفين هل أستجيب جهاز المناعي أم لا رح أخذ فيه ثلاث إجراءات إذا كان هذا patient positive عنده hepatitis B virus وكان هذا الممارس الصحي طلع إلى نتيجة anti-hepatitis B surface أقل من 10 يحتاج أن يعطيه doses من hepatitis B immunoglobulin one dose ويبدأ يأخذ الvaccination مرة ثانية ويحتاج أن يسوي الاختبار surgical testing بعد تلقيه الvaccination إذا كان patient negative وسويت للهيد care worker أو هذا الممارس الصحي anti-hepatitis B surface وطلعت لي أقل من 10 ما يحتاج أعطيه الhepatitis B immunoglobulin لكن يحتاج أن يعمله الvaccination أو يحتاج إلى الvaccination إذا كانت النتيجة سواء كان positive أو negative لكن طلع عند الممارس الصحي هذه النتيجة الanti-hepatitis B surface أكثر من أو تساوي 10 فما سأخذ فيه أي action لهذا الممارس الصحي طب لو أنه فعلا ما أخذ vaccinated أو ما أكمل التحصين الhepatitis B virus إذا كان الpatient negative ما عنده hepatitis B virus فأنا ما أحتاج أني أعطي هذا المريض الhepatitis B immunoglobulin لكن لازم يكمل الvaccination ويحتاج أني أختبر له السيرولوجي testing after take vaccination وإذا كان هذا الpatient معه الhepatitis B virus أو غير معروف لهذا الممارس الصحي ما أكمل التطعيم يحتاج أن أعطي زرعة واحدة فقط من hepatitis B immunoglobulin ويحتاج أنه يكمل الvaccination كاملة بالنسبة الhepatitis C virus post exposure profile axis ما في أي vaccine الhepatitis C virus أيضا ما عنده antiviral therapy or immunoglobulin recommended after exposure عشان كذا مهم جدا وينصح دائما ممارسة اللي هي standard precautions and infection control practices prevent the pericotinous injuries التي قد تحدث مع الممارس الصحي عند رعاية المريض الhiv post exposure profile axis and follow up طبعا الممارسة الصحي اللي تعرض لإصابة مهنية نتجع أنه تعرضه للhiv infection ينصح باختبار وقت تعرضه أيضا متابعة حالة هذا الممارس الصحي بعد تعرضه لستة أشهر لتشخيص العدوى متابعة الحالة فيكون for example the baseline can 6 weeks then بعدها بثلاثة أشهر بعدين راح يكون بستة أشهر متابعة حالة الممارسة الصحي أيضا مهم ويصب المتابعة الممتدة تصل إلى 12 شهر للممارسة الصحية للتعرض لفيروس الhiv وأيضا هناك دراسات وضحت وأيضا CDC وضحت أيضا أن هناك حالات تقريبا بنسبة 21% من الأشخاص المصابون بفيروس الhiv في الـ United States لديهم أو أيضا يعني لديهم الhepatite c فيروس أو تعرض له الhepatite c فيروس فالhiv can cause chronic hepatite c فيروس تطور الحالة تكون متقدمة وخطيرة لهذا الشخص المتعرض للhiv وهذا احنا ما نسميه لهو الhiv أند وهو الhepatite c فيروس co-infected أو co-infection أيضا عادة يتم اكتشاف الhiv خلال ثلاث أشهر من العدوى خلال الإصابة أو التعرض من الدم من الشخص لديه hiv infection إلى شخص سليم بس exposure to hiv يجب البدء بعلاج وقائي بعد تعرض الممارس الصحي من مصد لديه hiv أيضا should consultation with infectious disease consultant في أقرب وقت والبدء بالوقاية للتعرض خلال 72 ساعة في غضون ثلاث أيام مهم أيضا تحديد حالة الفيروس HIV من مصدر التعرض والإصابة من المريض حتى يتم توضيح العلاج الوقائي بعد التعرض البوس 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 اكسبوجر بروفايل اكسز الليحنا نرمس بي اي بي يستمر هذا العلاج اللقائي مدة أربع أسابيع يحتوي على ثلاثة أو أكثر من الانتي ريترو فيرل دراج للممارس الصحي المتعرض لله اي بي أيضا لابد أن يكون هناك متابعة كما ذكرت سابقة تستمر 12 شهر ومراقبة الدراج دائما احرص كممارس صحي على تقديم الرعاية الطبية للمريض مع أخذ الاحتياطات اللازمة وفقا للسياسات ومبادئ مكافحة العدوى التي تقدمها الإدارة العامة عن مكافحة العدوى ومشآت الصحية في وزارة الصحة والتي تحرص دائما على تحديث المعايير وفقا لآخر التحديثات والدراسات الوطنية شكرا لحسن استماعكم الله يعطيكم العافية وبالتوفيق للجميع شكرا